خروجنا مع التيار بعض الأخوة ارتاوا يطلعون مع التيار وأيضا إحنا أعلننا ببيان كان إذا التيار خرج من العملية السياسية بصورة نهائية فإحنا نكون وحدة ضمن شروط ضمن الشروط حتى تصير بياناتنا التزامات لماذا إذن التشكت أنكم تدشرينين بين النسور وبين ساحة التحرير ليش ما توحدتم بموقعكم بالتالي إحنا شعب ساحة إحنا شعب إحنا ممؤسسة ولا حزيب حتى يتحكمنا جهة معينة إحنا يا دوب إحنا اللجنة المركزية نظمنا أمرنا إلها جمهورها بالتالي أكون أخوة إلهم جمهورهم وطالعين بالتحرير بنفس الوقت عدهم رؤية عدهم أدواتهم ويختارون المكان اللي يشوفونا صحيح هم طالعين باستذكار وإحنا طالعين باستمرارية باستمرارية بالثورة والمطالب وما راح إن شاء الله نتراجع نعتقد أنه تشيرين باقي يوم مستمرة باقي الشعب العراقي أنه يطالب حقوقه فلذلك نريد نقترب من مركز القرار بينما الأخوة بالتحرير البعض هم يقول يعني يتخوف من خطر معين ما تعرفين أنه الكاظ مهاجراءات الأخيرة بغلق الطرق والصبات اللي جاي توضع فولد مخاوف عد البعض فبتتراحوا باستجاه التحرير أو الذترا لا لا مهاجراء مخاوف يعني من سألة معظم التشيرينين خلال هذا الأسبوع بلقاءات في التشيرينين يقول لك أنا ما عندي حاليا الدعم اللوجستي أنا مدعتصم يعني اليوم فقط راح أستذكر وعود نحن قضية الدعم اللوجستي أو غيرها هذه تجيب وقتها دائما هواي ناس أخيار من دعم أن نفسنا نحن البعض نموهم نحن ممكن نفقور نحن ناس عبيني بعتها مكانيات الحمد لله والشكر اشتركوا في القناة